الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وموضوعنا اليوم هو موضوع الساعة هو موضوع اللي كثرة الحديث وعنه هو موضوع اللي شغال المغاربة شغال المجتمع الدولي اللي هو موضوع من المواضع اللي كثير من الأمور إذن كالقوا بأنه فيروس كورونا هذا الفيروس هذا اللي سماته منظمة صحة العالمية جائحة دولية بمعنى أنه واحد الفيروس أولا ممكن يسمى وباء أو ممكن أو لكن هذه كلها أمور اللي غد نوضحها وما غد يشتخلانا وأمور اللي يخطى نعرفها على حقيقتها الإنسان اللي عرف الأمور على حقيقتها وكان عقله راجح وكان عقله يستعمله بفتنة فالشك أنه ما كيترواش فتلقوا أنه في مجتمعنا المغربي الآن الناس يعني بين فئتين فئة اللي هي كتهول من الأمر واللي جعلته واحد الأمر اللي هو كأنه صافي مشينا فيها أو كأنه أمر اللي صافي ما يمكن شيئا نخرج منه أو لخصا ناخده واحد الاحتياطات احترازية اللي هي الشديدة جدا وقوية وبين فئة أخرى لتأكلك وخلاص هذا غير مجرد بحل إنفلوانزا الخنازير أو الطيور أو لا هي مجرد عادية جدا واللي ماشي بضرورة أنه نتوقع منها أو لا ماشي خلاص علي ماشي موش كنسلم على العائلة نسلم على الناس نسلم على هدي سلم عنده ما يدير ماشي إشكال ما غاديش انتعادا ما هدي ما هدي يعني هناك نلقوا واحد نوعين من الناس اللي هما ممشوش في المسلك العلمي الصحيح وممشوش شاي في المسلك العقلي السليم والواقعي كذلك فلما كنت تكلمو على المسلك العلمي را كنت تكلمو على واقع لما كنت تكلمو كذلك على المسلك علمي را كنت تكلمو على جانب اللي هو شرعي ديني علمي نفسي اجتماعي سياسي اقتصادي فباش نكونو في حد صورة بطبيعة حالية صورة جيدة في التعامل مع هد الفيروس هو فيروس اللي اجتح العالم نعم اللي بدأ في صين وايطاليا ودول اوروبية وحتى بعض الدول المجاورة دينا ووصلت حالات الى المغرب بغض النظر هنا على قلة عدد الحالات او كثرة عدد الحالات بغينا نتعلمو ونشوفو كيفاش انه غنتعاملو مع هد الفيروس كيفاش انه تنتاقل اولا اذا كنظن بانه الكل عنده فكرة على هد الامر ولنا parliamentary jam لكن لننصحه لمفاهيم لنصوّوه مفرتّخ لثيدين وضعه نفس الظلام باش ما نكونوش ناس هم غشام ونكونوش ناس الهم فزعين و compañ ما اعنيش العقل احنا الله سبحانه وتعالى كرَّمناğ بالعقل وكرمنا بالإيمان وكرمنا بفطرة سليمة وكرمنا بالتمييز ما بين الحق وبين الباطل احنا الأمة اللي كتمييز ما بين الحق وبين الباطل فما نبقاش نكونوا بحال دوك الناس لأي حاجة جاتهم كي تفزعوا لها أو لأي حاجة ورداتهم كي يصدقوها أو لحتى أي حاجة جاتهم كي يكذبوها لا احنا أنا واحد للتمحيص عقل كي ما حصلنا وكي غربل لنا كتير من الأمور ونرجع في ذلك إلى العلم احنا كنتبعو بي العلم فلما كنتكلموا على فيروس كورونا هو فيروس اللي تيصيب ناس اللي هما ضعاف المناعة ديالهم اللي تيصيب ناس اللي هو عبارة عن أعراض طب تلحال اللي هي عبارة عن كحة عن زكام كحة يعني نشفة أو لاخوية كيف تقوله الأطباء وفي نفس الوقت زكام وحمة وقد تكون بعض الأعراض الأخرى المصاحبة فهنا سنقل واحد الأمر أنه ماشي كل شيء اللي عنده هاد الأعراض راه مصاب بفيروس كورونا وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت أنه اللي ظهرت عنده هاد الأعراض ياخد الاحتياطة لازمة مع نفسه مع الآخر بمعنى أنه هو يحاول ما أمكان يأذن نفسه على الناس يتشافه وحنا هاد الأمر هذا راه بطبيعته وعادته كين كين يعني عند الناس اللي هما تكونوا وعين ومطقفين وتيحبوا الخير اللي هم والآخرين كذلك مش يحب الخير غير نفسه بعض الناس كنشوفهم لما سيعطس أو لتيكح في الحالة العادية من غير فيروس كورونا ما عندوش إشكال أنه يكح في وجه وحد أخر وأنا يعني أطباء أصدقاء ديالي تقولوا لي هاد الأمر يقولوا لي دكتورك أنا عاني من هاد الأمر في العيادة ديالنا أو في المستشفية تيجي المريد رح تحنا باشر تيجي المريد تيكح لك على وجهك أو لك يعتص لك على وجهك هاد ليست من آدبنا الأخلاقية الإسلامية بادة هاد أول ما نقوله قبل من أمور ليه علمي ماشي من آدب نبي صلى الله وسلم لما كانت يعتصره كانت يوضع المرفق دياله تيعتص فيه أو لك تاخد منديل دي ما تزمعك منديل عوض ما أنك تتبسق شرف الله قدركم في الشارع أو لأنه تعتصف الجهشي واحد هاد هي أدبيات اللي خسنا نتعلمها لما نكونوا صغار لما نكونوا في مرحلة الطفولة ماشي حتى فاش نكبروا وماشي إشكال لما تعلمها في الطفولة يبحث فالإنسان لا يُعذروا بجهله لا بجهله الأمور يعني معلومة من الدين والضرورة وكما يقال لا يُعذروا بجهله حتى القانون فإذا هذه أدبيات هذه أدبيات إيلا خدينا بها سنبقى نفسنا ونبقى الآخرين فإذا اللي كتظهر عليه هذه العلامات هذه وممكن تكون أحيانا مستخفية ممكن تكون مستخفية يكون تكون الإنسان حامل الفيروس وهو يعني قد يعدي الآخر ولكن ما تعرف شي نفسه بأنه في هذا الامر إذا شنو هي شنو هي الأمور اللي ممكن أن نديرها باش نحفظوا على صحتنا شنو هي الأمور اللي ممكن نعملوها باش إحنا ما نتصابوش بالفيروس دي الكورونا واش شي حاجة صعيبة واش كين شي مصل اللي هو الآن غالي وخصنا نشريه وكل واحد يديره مقادر إن شاء له واش بقي ما عرفناش إجراءات الوقائية العلماء والأطباء ما عطوناش والباحيتين ما عطوناش واحد الإجراءات اللي هي ممكن نديرها كنظن أن الجواب غيقول لنا نس لا كين إجراءات وقائية بسيطة جداً كنقول لها بسيطة وهي بالعكس معتادة معتادة عنا احنا المسلمين اللي فينا عنا آداب دي التواصل راه معتادة عنا إذن هذه الأمور اللي هي تتعلق بتحاشي تحاشي لإنسان اللي تكون عنده مرض أو لا مريض هذه من الأمور اللي هي جيدة النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا يريدن ممرض على مصح لي تكون مريض أو لا هذا جاء في سياق الحديث عن الإبل كان بعض الناس عندهم كي يكون عندهم إبل مريضة وتمشي وتخلطها مع إبل قالهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي راه عنده المرض ما تجيبوش عند اللي صحيح وش ما تتوقاش لعدوه كذلك عند الإنسان فالإنسان اللي تكون عنده مرض كيتم واحد نوع هو بعدا لأجل صحته لأنه هو تكون ضعيف منعتوك تقولي شوية ضعيفة فبالتالي من الأحسن أنه ما يتعرض شيء لكثير من الميكروبات والجراتيم الأخرى اللي كيناء مع الناس ومع الآخرين فبالتالي يتم واحد نوع من العزل عزل الماشي هو عزل يقلس إنسان في داره يقلس في دويرته يقلس في فراشه حتى يتشافه ويتعافه بحل المريض العادي ما تتوقعوش بأنه شي حاجة اللي هي مفزعة ما عناش حنا يا الان يعني طاعون نسى الله تعالى السلامة أو لعنا حتى يعني طاعون لما ظهر ويتعافه بأنه راه الأمة الأمة الإنسانية والبشرية راه عرفات مجموعة الفيروسات مجموعة من الأوبئة أكثر من هذا اللي تعاملوا معها وكانت أوبئة اللي كانت يعني مؤترة جدا جدا وكانت أسباب لكن الحب لله إحنا يعني لما نتكلم على فيروس كورونا نتكلم على إجراءات وقائية إجراءات وقائية اللي أخذينا بها غنكونوا سليمين شنو هي هذه الإجراءات الوقائية؟ هي إجراءات وقائية غنقسموها إلى مجموعة نقد غنتكلم في البداية على الجانب الصحي الجسادي كيفاش أنه توقي نفسك من أنك تصاب بكورونا؟ الجانب الصحي الوقائي هو تعني أنه تفادى المصافحة تفادى العناق تفادى القبل مع معظم الناس وجميع الناس ومن الأفضل جميع الناس جميع الناس هذه ليست شي شيء صعيبة نحن لدينا الحمد لله البديل ديالها اللي هو السلام عليكم اللي هو بديل رائع جدا اللي هو ليس فقط بديل هو أصل راسيين في شريعتنا وفي ديننا فاللي بعض الناس وبعض الحباب والأصحاب والعائلات وكل شي يقول لك لا وكيفاش أنا ما نبصش في صاحبي ولا صاحبتي ولا فلان ولا عائلة ولا هادي ولا علاش كيفاش غندير ما يمكنش لي أنا ما نقدرش أسيدين نبي صلى الله عليه وسلم تقول لي نا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم نقول لك شي حاجة ونقول لك شي حاجة اللي لدرتوها غتزيد المحبة إيك بغيت غير المحبة بغيت غير التواصل بينكو بالآخر بغيت غير القلوب تكون مقاربة أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم نوصفه قال أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم ما هو مقشت صافحو مقشت عنكو قال أف شو السلام بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس وناbus تدخلوا الجناس بسلام فالآن لما كنتكلم معكم راهب باستشارة مع زملاء أطباء اللي بقيت نتكلم معهم إلى في الليلة البارحة باش نحيط بالأمر ونحيطوا بالأمر ونعرفوا بعد دقائق الأمور وكيفاش أنه نتعاملوا مع هذا الفيروس فإذن بهذه الطريقة هذه إذن تجنب الملامسة الجسدية مع الأشخاص الآخرين تجنب إذن التعرض للرداد يعني هذا الشرف لا قدركم بوساق ديال العطاس أو ديال الكحاء أو لا مع ناس آخرين وحتى كل واحد يتبنى هاد الأدبيات مشوار تزو معك يعني المنادي الورقية لتزوها معك وتكون عندك هذه خصوات تكون دائما مثلا كوش غداب راه دائما الإنسان فعوض ما أنه يكحف وجه الناس أو لا يعطس عادي ما فيه شي فيه غير ينغيب عادية يعني واحد الإصابة بنزلة برد عادية كما هي الأمر بالنسبة للفيروس كورونا لأنها وهي أنا أقول لكم لمنع تقوية يتشفى ويتعافى الإشكال هو في المناعة نحن نرجع لهذه النقطة فبالتالي الملامسة الجسدية ثم ملامسة الأسطح شنو هي الأسطح؟ هما مثلا 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 شحويجات هكذا مشتركة بالناس ردوا البل غسلوا يديكم المثالي غسلوا يديكم إحنا هذا الأمر هذا النظافة ما شي شي حاجة غريبة أنا كنا نرجع نقول لكم أنه هذا ديدا هذا ربما هذه أمور اللي قالوها الغرب وكذا ما عندهم شي هما الوضوء كثرة الوضوء إحنا عنا ديدا رباني ناباوي تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يعني المحافظ على الوضوء شنو هي المحافظ على الوضوء؟ مش هي تحبس رأسك ما تدخل شي اللي طوالي تحت تبقى بزيار وتقول أنا موضي لا لا يحافظ حتى نعرفه بأنه في حتى في ديننا وصلتنا يعني مكابدة أو لا أنك تدافع الأخبثين هذا من هي عنه ماشي أنت كتصلي وانت هي محبوس ومحصور وخصك تمشي وانت واقف لا 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 يحافظ على الوضوء إلا مؤمن بمعنى أنه كل ساعة كاز مشي توضى كل ساعة كتجدد الوضوء ديالك كتسمعوا الناس يقول تنجدد الوضوء كاز مشي يعني شنو؟ كتغسل يديك كتغسل يديك مزيان ثلاثة مرات وديرهم الآن بالصابون وحاول أنه قدمك المدافئ جيد مكان شي ماشي إشكال مهم يكون نظافة جيدة واحتبل الأضافر ديالكم بحل الطريقة اللي كيستعملوها الأطباء يعني فرق الأضافر في الكف ديال يد اليد اليومنا في اليد اليسرى واليد اليسرى في اليد اليومنا هكذا واحد نوع من الفرق هكذا ونظافة ووصلت عن بي كتغسل الفم ديالك فبالتالي كتتمضمض إذن هنا كتوقي أنه هذا الفيروس ما كيبقاش مركز عندك في الحلقة ديالك يعني أنتم مخودوا الأجر في نفس الوقت راكم كتوقيون نفسكم من الفيروس كتبقا كتغرغر أو كتتمضمض فبالتالي كتزولوا من الحلقة ديالك لأنف ديالك نفس الأمر نحن نعرف أن الملمسة علاج حناية ما بغناش أنها تبقى ملمسة في المصافحة أو في التعناق أو بشي شكل معين لأنه ستقدر إنسان يقيس عينه أو يقيس فمه أو يقيس الأنف دياله فكيدخل عنده الفيروس فهناية لما انت كتغسل راكت توقي نفسك من هاد الفيروس لأنه وسيعيش في واحد الفترة معينة في الحلق وداخل الجهاز الأنفي أو التنفسي العلوي فقبل ما يهبط للجهاز التنفسي السفلي لهما الرئاسي نحن كان حاربوه كان زولوه ضغياء كان شو سنغسلوه كان سنشقوه كان هذا صلاة عنبي أو لا كان شربو كويس ديال الماء أو لا المهم دائما أن الحلقة ديالك يبقى رطب ما يكونش جاف هادي نصيحة الناس ويحتل يعني الرجال والنساء اللي هما كبار في السن والأطفال و جميع الناس عموما قرية ديال الماء تكون معاك تشرب كل ساعة يكون الحلقة ديالك رطب ما يبقاش جاف إذا تفصلوا شي أمور لهي أخرى ضيف له شويش ديال الحامض أو لا أو لا ماء وملح تغرغر بيه أو لا يعني تمضمط بيه أو تسنشق أو لا كده يكون أفضل لكن الماء في يعني باستعمالات المتكررة هو يكفي بالنسبة لل الفم والأنف إذا قلنا كازمشي كتودة لا يحافظوا على الوضوء إلا مؤمن ها إحنا حافظنا على النظافة وهي النظافة اللي إحنا عنا أساسية واللي كنسبق سوقت لكم بأنه ره كينين شحويجات اللي ما كتردوا لهم شو يبال اللي كتجمع فيها الجراتيم والميكروبات وزيد عليها الفيروسات كينات إليكومون تليبوغطابي فيهم الستيل ديالهم يعني فيهم ديك المعدن اللي هو تيبقى عليه الفيروس وكيجي واحد تقيس ماشي مشكلة عنده بليمين وكيبشي تياكل هادشي تكلمت إليه يعني سابقا قلت لكم الله ديالكم حافظوا على النظافة حتى البوانية دياللي طوالت إلا دخلتي وخرجتي فما كيللاش نتغسلت يديك وتعود تقيس وتعود تقيس فيه استعمل مرفق ديالك استعمل شي طريقة مؤيينة أو لحتى يلقصتي وفتحتي أو لهذا بليد اليسرى وحتى لهذا حاود تغسل ورجع هادي ما دخل شاي في الوسوء هادي دخل في النظافة نظافة على كل حال إذن هنا الملامسة تجنب الملامسة الجسدية الغسل بكثرة حاولوا ما أمكن أنه تفادوا نوع من تجمعات تفادوا كثرة الزيارات لدينا عطلة الآن هي ماشي التظاور ماشي الصفر ماشي باش خلي ولداتكم يكي لعبوا بزاف زنقة أو لاتي لعبوا زنقة ماشي باش أنه يظهر شكلكم على حويجات لا هي عطلة باش كل واحد تلزم شي شوية يعني التجمع تلزم يعني الاحتكاك بقوة بناس آخرين كيفاش حتي لحتك ماشي احنا نقول للناس ما غاديش يبقى ويخرجوا أو لا وإلا ما نكون شي علميين وماشي واقعيين الآن لي الخوف هو من هذا الاحتكاك حتى إلا كان مثلا واحد نوع من من الاحتكاك بناس معينين وهذا الاحتكاك كان ربما يقدر يكون من أصدقاء أو لا زملاء أو لا أو لا أو لا وهو بدون احتياطات فهو في نفس حداته يكون ناقل بخلافه لمشيته غير كدت تخدم أو لا كدت تقضى في السوق أو لا ونتخيل احتياط ديالك عندك أماتخ بينك وبين يعني متر بينك وبين الشخص الآخر اللي غاديت هذا اللي كتتعامل معه البوصق دياله ما يجي شي على لك على وجهك وكذا الموصفة حماكينة شي الحديث العادي جدا فهنا علاش كانت عطلة وطلع لأنه الوليدات والشباب والتلاميذ ما تعرفوش ياخدوا احترازات ديالهم اللازيمة ما تعرفوش ياخدوا الاحتياطات اللازيمة من هاد الامر فما عندهم شي إشكال في النظافة ما تيبقوش يتغسلوا يديهم بزاف تيتعاملوا تعنقوا بعضهم تيلامسوا بعضهم تيقربوا بزاف من بعضهم كتير من اذا لاش احنا غادي انبقاو انبقاو في واحد اللي سيروا دراسية وواحد غادي انقل ربما العدو الأخر إذا تفاديا والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما غايتم الحفاظ على على سلامة الإنسان وصحة الإنسان إلا بهذا الأمور أو بعض الإجراءات وهي وقائية وجيدة ما نتفزعوش معها لا يرضي عليكم حضروا عقلكم إحنا مؤمنين وإحنا مغاربة الحمد لله تعرف علينا تابات فخصنا هذه الأمور نعرفوها وخصنا نخدموه فيها عقلنا نعرفوه حقيقة الفيروس ونعرفوه في نفس الوقت كيفاش نتعاملوا معه إذن هذا الإجراء هذا وقائي صحي الغسل الملامسة الابتعاد على الاحتكاق الجسادي في نفس الوقت مثلا عندكم حويجات نشروهم عندكم حويجات مثلا تلبسوهم على برة ولهادي نشروهم في شميشة سنجيو الجانب اللي هو صحي صحي روحي وفي نفس الوقت هو صحي بامتياز جانب الروحي مهم جدا شنو هالجانب الروحي وغنبدأ بوحد النقطة اللي غنطيرها الان للأسف انه بعض الناس صارها كيف سنقولو زادوا فيه كتروا من شراء الماؤونة كتروا من شراء الماكلة والشرب داروا انستوك داروا ما هذا؟ اش هاد شي؟ هادي أمور ما هي كتوافق لا مع الواقع دينا لا مع العلم دينا لا مع الشرع دينا النبي عليه الصلاة والسلام تقول من كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد لها اللي عندو شي حاجة زيدة يعطيها الواحد اللي ما عندو شاي ماشي ياخدو الناس يقدسو بشوية 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 الناس يمشوا يتقدو دينا لأسبوع دينا لهم مالنا على هاد الحال مالنا على هاد الحال هذا واقع تنسردو لكم ماشي جميع الناس تقول لبعض عندو مهووس خايف كده الخوف اللي فيه فازع غراه مؤتر عليهم عتيش غيوقع لهم غير ترفع عندهم الكورتيزون في الدات غيروا عندهم حالة فازع وحالة هالع وهذا الهالع والفازع غير يقلل لهم المناعة وقد يصابون لأنه كان لعبوا على المناعة وتنخدموا على المناعة المناعة هي اللي كتقضي لنا على أي فيروس معظم الفيروسات وعلى الميكروبات والجراتيم فالفيروس خصوا مناعة قوية الناس اللي عندهم مناعة قوية عليش يقولك أنك يتصابوا كثير الأطفال والناس اللي هم أكبار في السن حيث المناعة تكون ضعيفة إذا شنو هي من الإجراءات الاحترازية ولا الوقائية قويوا المناعة ديلكم قويوا المناعة تقوية المناعة كيفاش يكون أكل صحي بتعدوا على الأكل اللي هو غير صحي أكل صحي ثم احنا هنذكروا جانب صحي وروحي في نفس الوقت الصيام اللي يردع لكم احنا أمه أمه ديال الصيام أمه مقبلين على شهر رمضان عليش كنصوموا ديك الشهر في العام باش بحال هكدا بحال هاد الأمور كندربوا عليها وبحال هاد الأمور وكيعلمنا الله تعالى بأنه بالصيام رغتوليه بخير وعلى خير مع الله تعالى وفي صحتكم شكو النبي عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا ماشي كدسوا الماء وشريوا اللي في السوق وجيب ديال ما نعرف شهرين وجيب ديال ما عرف تشحال حشو ما يكون عندنا واحد روح ديال الموطنة واحد روح ديال المحبة بيناتنا تصوروا ان الصحابر ديالله عنهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاي عنده واحد شخص جاي يراكب على الرحيلة دياله واخدا ينظروا يمينا وشمالا فتشوف علي من وتيشوف علي الله سر هذو الراجل هذا فاي اهدرش صور انه مهدرش ولكن وايشفوا نبي صلى الله عليه وسلم كيشوف علي من وتيشوف علي الله لما تشوف علي من وليسار فالنبي صلى الله عليه وسلم في ديورهم في بلادهم والحمد لله الخير موجود وخايفين من كان له فضل زادين هم في صفر يعني كتعرفو الصفر دي الزمان ماشي هو دي الدبا ماشي كين محطات فين غد قلص وتتاكل او لدي معاك او لا ممكن يشتحك السراق ممكن كذا ممكن يعني في صفر وكيناي على الجمال والمقليل والزداد قليل وكذا قال يوم من كان له فضل زادين فليعود به على من لا زاد له فقالوا فأخذنا ننظر حتى 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 علمنا او رأينا انه لا حق لأحدنا في فضلي زاد بانه تا واحد ما عنده الحق يكون عنده مكلة زيدة او لا البس زيد او لا يوه ولكن هنا غدين نقوله كل واحد المكلة الزيدة ديالو كل واحد والبس ديالو الله يردالكم الله يحفظكم صوموا تصحوا صوموا تصحوا هدي فترة اللي رفع المناعة بالصيام بكثرة ذكر الله عز وجل الدكرة الله تطمأن فاش قلنا احنا يا لما كتطمأن وكترتاح كترتفع المناعة ديالك ماشي تفزع وتخاف وتخلع وبدون لا هادي امور لي هي وقائية بسيطة جدا بسيطة والله لو لم تكن الحاجة يعني مليحة باننا نتكلم في هذا الموضوع ما كنت شي غدين ربما نتكلم فيه ولكن شفت شي امور لي ليلة هي الله محمد رسول الله وناس ما فاهمينش مساكن وما عارفين شي بين اللي مهول وبين اللي خيد الامر عاو تاني بكامل ماشي مشكين تلمن عن النقل كحب ندير اللي بغيت لا لا غير ذلكو بين بين نجول واحد الامر مهم جدا في الجانب الروحي اللي هو تيساعدنا على اجتياز نعتبروا اي ازمة من ازامات كيف مما كانت المغربة دازت عليهم ازامات والعالم كامل تدوز عليها ازامات ودازت عليها او بيئة ودازت عليها حروب ودازت ودازت لكن شكو اللي تيخرج منها المتعقل شكو اللي تيخرج منها بسلام وبروح اللي هي روح مطمئنة واللي كيقدر انه يبحث نحن في عوض من تفزعون بحثو معناش نحن البحث العلمي ندير بحث علمي نديرها فترة للاعتكاف شفتي هاد الفترة هذي راجع فيها حسابك مع الله تعالى اعلم بان قدرة الله فوق كل القدرات بانه الله عز وجل ان اراد شيئا يجعل له سبب فيروس سيتصور راهي لا هو بإذن الله هو جند من جنود الله فنرجع لسيد ربي احنا في الاشهر الحروم نرجع الله تعالى راه هو خالق الكون هو خالق الفيروسات وخالق كل شيء سبحانه وتعالى فاذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون هاد شيء ممكنش غنزولوه من اعتقاد نحن المسلمين المؤمنين فاذا ضروري واساسي جدا نعتقده وانتقربوا الله سبحانه وتعالى اكثر بالدعاء بالصلاة اعتاك فو شوية اعتاك فو شوية جنبوا الناس اللي ما تعرفوش انهم يخلقوا طمئنان عنفوسهم هذي فرصة في انتخلق طمئنان مع ذاتك قلس واذكر الله تعالى قلس وحاول ما امكن انه تحافظ على اذكارك على قراءتك للقرآن على صدر روعك لله عز وجل على انه تحاسب نفسك وتستغفر وتكثر من الاستغفار من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب فاذا هذي الامور هذي اللي خصنا نديرها كاجراءات احترازية ووقائية رهما شي صعيبا رهي الاصل اللي خصت تكون دائما هي الاصل ولكن يكون نوع من التعاون جانب الروحي بغيته ان الله سبحانه وتعالى يشافينا ويعافينا وسأل الله وغادي شافينا ربي سبحانه وتعالى شوفوا نتكلم دائما على حزن نظن بالله ياك نتكلم دائما على التفاؤل تفاؤلوا بالخير تجدوه وأنا عند ظن عبدي بي لكي ظن بأنه لا يصاب بإذن الواحد الأحد لن يصاب شوف هذي عقيدة قل انا ما غانتصابش بش تقول اه انا خايف نعي نشوف اليوم طلعت ليسخنة اليوم زلت ليسخنة اليوم تنقح اليوم تندير اليوم تفعل لا يخصي مشي نشري ما غاديش بقالي الباكلة ما نقدرش مازا نخرج ما غاديش اه شهاد الحال الله يردى لكم تبت وحكمة وتنعرف عليكم انتم احبابنا واخوتنا واصدقائنا وابأنا وامهاتنا واخوتنا المغربة اننا ناس متعقلين ناس متعقلين نتلقوش شي احكام جاهزة الله يردى لكم دازت علينا دازت علينا استعمار دازت علينا مشاكل دازت علي الأمه المغربية حتى واحد الوقت كان مجاعة بحل العالم كانت كان فإلى كان شو يدرزانة واي شي الانسان اللي فزعي عمرو ما كيلقى الحل والانسان اللي فزعي يلا ما كيجر ليه ما كتعرفوش بانا شرف الله وقدركم الكلب شرف الله وقدركم ما تقربش من الانسان اللي تيكون واطق من نفسه ما خايفش منه تيشم الخوف تيشم الخوف عند بعض الناس فتيهجمهم فإذا شي قولك انا شي وحد سنخاف من هذه الحاجة وصبح الله كلقاه تابعاني فإما مشيت كلقاه تابعاني تيقو بالله عز وجل أنه شي فأمن عندي الله وهذه إجراءات واحترازية وإن شاء الله تعالى ستمر الأمور بخير مع حسن توجه إلى رب العالمين مع اعتماد اعتماد الإجراءات اللي وقائية وفي نفس الوقت نذكر واحد الحديث اللي كيستدلوا به بعض الناس تيقولوا لا لا ما كينش لعدوى راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة لا عدوى ولا طيارة واش هنا الحديث المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيقول ما كينش لعدوى ما غير تعادش واحد مع واحد لا ليس هذا المقصود وإلا أن يكونوا تنكدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الآخر اللي في لا يريد أنه ممرض على مصح فهو دليل لأن هناك مشكلة الحديث نجمعوا بالأحاديث المشكلة وتنخرجوا منها الحكم الشرعي فتيكون شنين الأحاديث المشكلة أنه في الظاهر ديالها كين تعارض ولكن في الحقيقة ديالها ما كينش شي تعارض وكننا عرفوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تكون طاعون مثلا أو وباء أو لكذا ما يجيوش قوم من خارج مدينة أو لخارج مكان إلى تلك المدينة وممشوش هنا من الإعجاز العلمي وتفسير العلمي الناس للأسف اللي كيبغيوا وهذه فرصة باش نذكركم أنهم مشي فرصة هذه ديال الصفار الله يرد عليكم نوع من الرزانة احتراز عاون الدولة الدولة كتهيئة كثير من الأمور لأجل مصلحة المواطن فأنتم عاونوا بنفسكم شوية الوعي وشوية التابات وكيف تنقلوا دايما نذكركم بها بتنفس عميق بذكر الله عز وجل بيتضرع لله سبحانه وتعالى بأكل صحي شفتي له أخديتي البصلة والثومة أخديتي حساء الشائر وجنبتي كثرة السكريات وجنبتي ودرتي واحد من ريتم ونوم صحي وكذا وكذا إن شاء الله تعالى مناعتك ستبقى مرتفعة لا يصيبك شيء وحتى لتصابيتي بشي حاجة فلا يعني أنها ليس لها دواء ولا ليس لها شفاء نحن لم نعتقدوش شوف نحن كم سلمين هذا هو المعنى الحديث لاعد والطيارة بمعنى لاعدوة إلا بإذن الله إلا بإذن الله ونعطيك تفسير العلمي جيب يوريس أرقيه الواحد منعته قوية وشوفش غادي أطر فيه وجيب واحد منعته ضعيفه وشوف كيف جميع أطر فيه الأول ما غي أطر فيه ويتعافى كي يمرض واحد للفترة وما بعد كيتعافى الآخر كي يقدر يصيبه ويكون ليه مميت إذا هذا هو المقصود بأنه كل حاجة بإذن الله تعالى فلما كتعتقد بهذا الأمر ولما تدير الإجراءات الاحترازية كتكون إنسان ليجنبتي نفسك وجنبتي الآخرين كثير من المشاكل فالوقاية نعرف دائما إحنا كسمو أن الوقاية خير للجميع ترجمة نانسي قنقر